موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم مشاهدينا الكرام في نشرة اخبارية مفصلة من قناة السعودية البداية بالعناوين خادم الحرمين الشريفين وسمولي العهد يهنئان رئيسة انيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها اكثر من 400 مليون ريال اجمل تبرعات الحملة الشعبية لاغاثة متضرر زلزال في سوريا وتركيا هزة ارضية تضرب شرق عمان وهيئة المساحة الجيولوجية تؤكد عدم تأثيرها او خطورتها على المملكة وتتابعون في نشرة الظاهرة ايضا المعرض الدولي للسياحة والسفر ينطلق في جدة بمشاركة جهات محلية ودولية احييكم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه حفظه الله يحضر صاحب السمو الملكي الامير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز امير منطقة الرياض يوم غد الاثنين انطلاقت منتدى الرياض الدولي الانساني بدورته الثالثة الذي ينظمه مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالشراكة مع الامم المتحدة ومنظماتها الانسانية في مدينة الرياض سوف يشهد هذا المنتدى مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية لمناقشة مستجدات القضايا الانسانية والاغاثية في مختلف دول العالم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز الاسعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز الاسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتين التهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة الذكرى يوم الديمقراطية لبلادها ناقش صاحب السمو الأمير فيصل ابن فرحان ابن عبد الله وزير الخارجية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية السيدة كونفورت إيرو على هامش أعمال مؤتمر ميونيك للأمن ناقش آخر المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات من أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية والجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والسلم الدوليين كما تطرقا إلى أهمية تكثيف العمل المتعدد الأطراف وتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرر زلزال تركيا وسوريا أربعمائة مليون ريال حتى الآن كما تخطى عدد المتبرعين مليون وسبعمائة ألف متبرع في منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أذو أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ السعودي لمساعدة متضرر زلزال تركيا بتحديد وانتشال عدد من الضحايا عبر 46 موقعا في ثلاث مدن ويضم الفريق المدرب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة وخارجها يضم نخبة من المنقذين والأطباء والمهندسين والمسعفين وغيرهم مزودين بآليات ومعدات أفنية ومستلزمات أطبية وأجهزة اتصالات ومواد إيوائية وخيام يتم شحنها في مركبات نقل مخصصة لذلك قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مدينة كهرمان أمارش تعرضت لهزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس رختر كما ذكرت أن مدينة أغازي عنتاب تعرضت أيضا إلى هزة أرضية بلغت قوتها أربع فاصل خمسة على مقياس رختر هذا وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب السوريا وتركيا إلى ما يقارب 47 ألف قتيل حيث تجاوز عدد ضحايا الزلزال في تركيا أكثر من 40 ألف وستمائة قتيل وأكثر من 100 ألف مصاب في ظل تواصل جهود البحث والإنقاذ وطلبت السلطات السكان بالابتعاد عن المباني المتضررة خوفا من انهيارها في أي لحظة وفي سوريا ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في البلاد إلى أكثر من 7 ألف قتيل منذ وقوع الكارثة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وضحى المرصد أنه بعد مرور 13 يوما على كارثة الزلزال المدمر في سوريا ما زالت أعداد الضحايا تسجل ارتفاعا بأعداد القتلى في المناطق المنكوبة أعرب سفر جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولو أصوي أنه خلال زيارته لمستشفى صحة الافتراضي ومركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة بالرياض عن شكر وتقديري لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على الوقف الأخوية التي شهدها العالم ومساندة الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له تركيا تقديم المساعدات المادية والطبية وتسخير جميع الجهود للوقوف مع إخوانهم في تركيا لتخفيف آثارها ترجمة نانسي قنقر أما الآن مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى غازي عنتاب مع الزميل عبد الله أرويس مرحبا بك عبد الله أطلعنا على آخر المستجدات بعد هذه الهزة الأرضية التي ضربت تركيا أهلا بك وأيضا أهلا بأسادة المشاهدين الكرام طبعا لا نزال نرصد جهود مساعدات مركز الملك سلمان للمتضررين من الزلزال هنا في تركيا نحن الآن بالتحديد كنا نتواجد في غازي عنتاب الآن نتواجد في أضمن هذه القرية التي نزح إليها المتضررون من الزلزال ونرى في هذه الأثناء بدء توزيع مساعدات مركز الملك سلمان سواء من الخيام أو الشنط الغذائية أو الخدمات العلاجية نتحدث عن الأدوات العلاجية طبعا الآن حقيقة كان هناك فرح كبير من قبل الأطفال في هذا المكان دائما الأطفال هم من يبعثون الأمن في مثل هذه المواقف كان هناك فرح كبير للأطفال سألت بعض العائلات هنا أكثر الاحتياج فأغلب الاحتياج كان يتركز حول الخيام التي تقي من البرد وهي ما أتى بها خصيصا مركز الملك سلمان من ضمن المساعدات الأخرى نتحدث عن المواد الغذائية والمستزمات الطبية أيضا لعلنا نرصد هنا في هذه اللحظات مثلا وجود الضرر في هذه القرية من الزلزال هنا المسجد الذي تضرر في هذه القرية من الزلزال مركز الملك سلمان حقيقة يأتي إلى الأماكن الأشد حاجة سواء قريبة أو بعيدة أو قرى لا تلتفت لها نعم عبدالله هل تسمعنا عبدالله يبدو أننا للأسف فقدنا الاتصال صوتا أو هناك إشكالية فنية سوف نعود إليك لاحقا في حال تمكننا من ذلك على كل حال شكرا جزيلا لك أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية رصد هزة أرضية جنوب شرق المملكة بقوة أربعة على مقياس إرختر وبعمق 16 كيلو متر صباح هذا اليوم واضحت الهيئة أن الهزة تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كيلو متر في الجزء الشرقي لسلطنة عمان مشيرة إلى أنه لا يوجد لها أي تأثير على أراضي المملكة وليس منها خطورة بسبب بعد موقعها وللقاء الضوء على هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف طارق أب الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مرحبا بك أستاذي الكريم بداية بعد هذا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا اليوم يتم رصد الزلزال أيضا في سلطنة عمان حدثنا عن ذلك ما هي القراءة لذلك لكي يفهم المشاهد الكريم ولكي نبعث لطمئنان يا هلا فيكم ومرحبا اليوم طبعا محطة الرصد الوطني بهية المتاحة الجيولوجية رصد تحزة أرضية 4.1 وبعيدة عن حدود السعودية والله الحمد 240 كيلو طبعا هذه الهزة الأرضية التي حدثت في عمان ليس لها علاقة بتاتا بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا الزلازم موجودة منذ القدم يتم رصد الكثير من الهزات الأرضية بشكل يومي في كل المرافق في العالم ولكن معظمها غير محسوس اللي يعلن دائما فيه آلية للبحث أحيانا الهزات الأرضية المحسوسة فوق الثلاثة يتم الإعلان عنها الهزات الأرضية أربعة طبعا هي هذه تعتبر متوسطة وليس منها خطورة وليس منها ضربة الله الحمد ربما تكون إذا كانت قريبة من المدنة السكانية وهذه المنطقة ما فيها كود بناء ممكن تتعرض للتأثير لكن نحن نتكلم عن الهزات الأرضية اللي دائما بنرصدها سواء داخل مملكة أو خارج مملكة الحمد لله زلازل خفيفة صغيرة على مصياس الاختر ليس منها أثر وليس لها ارتباط بأي زلزال في أي مكان كل هزة أرضية لها أسبابها نعم ولكن الكثير يقول أن هذه الهزة الأرضية في شرق عمان لها تأثير على المملكة لنتحدث بعمق وبتفاصيل أكثر أستاذي الكريم المختصين في الهيئة لديهم طرق عدة واحدة من الطرق هي خريطة الشدة الزلزالية هذه الخريطة توضح تأثير أو أثر الموجات الزلزالية على المنطقة نفسها وعلى الحدود الحمد لله الخريطة هذه أوضحت أنه ما فيه تأثير على الحدود السعودية وليس للزلزال أثر ولا تأثير ولا الحمد نعم طيب خليني أتكلم أنا دائما ودي أطلع يعني دائما عن يعني 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 الأسئلة المتكررة نجاوب عليها بالضبط تفضل أستاذي الكريم تفضل نحن عندنا في الهيئة في ثلاث مراحل ومهمة جدا نحن نقوم فيها في المركز في متخصصين سعوديين يقومون كل يعني على مدار الساعة بمتابعة رصد الهزات الأرضية بمتابعتها ورصدها وتحليلها وبداعا يعني ويحددون أيضا بعد المتابعة هذه مصادر ونطاقات الزلازل في 291 محطة رصد زلزال منتشرة في المملكة يتابعون هذه ويحددون مصادر ونطاقات الزلازل في المرحلة الثانية طبعا مرتبطة بالمرحلة الأولى لما يعرفون الخبراء عندنا والمختصين بنطاقات الزلازل يبدأون يحددون ويحدثون في كود البناء هذا الكود البناء كود مقاوم الزلازل يتم من الخبراء في الهيئة بوضع مواصفات علمية دقيقة للإنشاءات عشان يقاوم الزلازل طبعا هذا الكود يتم تحديده يعرفون النشاط الزلزال فيين يكون والمناطق وحسب موقعها يقولون هذه المنطقة تحتاج كود بناء معين وهذه المنطقة تحتاج كود بناء معين نأتي للمرحلة الثالثة أنا قاعد أتكلم ترى بأريحية وأتمنى أن المستمع يكون يربط بين هذه المراحل ونحن لك من الشاكرين أستاذي الكريم تفضل الله خليك المرحلة الثالثة هي الأهم الآن نحن تكلمنا عن المرحلة الأولى ودخلنا في الثانية الثالثة الثالثة هي التوعية والتسقيق الآن نشوف تسقيق صحي تسقيق رياضي الآن نحن دورنا ليس بالضرورة أن يكون فيه مشكلة في هزة أرضية قادمة أو شيء ما فيه أي شيء لازم نستقف بكيفية التصرف أثناء الهزة الأرضية إذا حدث زلزال لا سمح الله في أي مكان وهي بعلم الغيب كيف يتصرف الواحد وهذه التوعية قامت فيها الهيئة وعبر مواقعها ناشرة بروشورات وتعريفات عن الشيء وراح نقوم بإذن الله بحملة كبيرة لتسقيق المجتمع كيف يتصرف إذا حدث زلزال أو هزات أرضية الآن نشوفين في الدول في اليابان والدول اللي يحدث فيها الزلزال باستمرار نشوفين الهزة الأرضية تحدث خمسة ستة على المطلس بختر الناس في ثواني مستوعب الموقف عارش أوش تسوي تستمر الحياة تتعودوا على الشيء هذا تعايشوا معه ليس بالضرورة في الأخير أقول أنه فيه خطر قادم الحمد لله أرض السعودية فيه أمان بعد الله ولكن هذا التقيف مهم التثقيف والتوعية مهمة جدا بكل تأكيد أستاذ طارق التثقيف والتوعية لها دور مهم حتى لا يكون هناك الترويع للأطفال وأيضا كبار السن وحتى لا تكثر هذه الإشاعات بعد هذه الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا أشكرك جزيل الشكر نحن ممتنين لك أستاذ الكريم على هذه النبذة التي أعطيتنا إياها لعل المشاهد يستفيد الفائدة الكبرى شكرا على هذه المشاركة موسيقى التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جزان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة بمدير عام السجون بالمملكة اللواء ماجد الدويش الذي يزور المنطقة حاليا وأكد سموه بالدور المهم للسجون وضرورة العناية بالمساجين والاستمرار في تقديم برامج الإصلاح والتأهيل مشيدا في الوقت نفسه بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للسجنة وأسرهم وبحث سمو الأمير محمد بن ناصر مع اللواء الدويش عددا من الموضوعات المتعلقة بسجون المنطقة وبرامجها التأهيلية التي تسهم في إصلاح وتهذيب النزلاء وتوجيههم وترشيدهم لكل ما هو أفضل التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أبن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم سفير اليابان لدى المملكة فوميو أواي جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل أبن بندر أبن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيع واطلع سموه على ترتيبات العمل في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة الذي سوف يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين وبحضور سموه بالنيابة ومشاركة نخبة من المهتمين بالشأن الإنساني ومسؤولي المنظمات الأممية والدولية والإقليمية لتعزيز الحوار حول الأطر التشريعية والمعرفية والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتحديات المرتبطة بها وتسليط الضوء على الأزمات الإنسانية وبناء حلول مستدامة وفقا لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفل جمعية إطعام السنوي 23 وإطلاق مشاريع نوعية ومبادرات مجتمعية وتكريم شركاء النجاح ودشن سموه مشروع إطعام إكسبريس والذي يعد أول سوبر ماركت سحابي غير ربحي عبر سلسلة فروع لتطوير خدمات الدعم الغذائي وتوفير منافذ التوزيع السحابية وثمن أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها إطعام لحفظ النعمة وتطوير مفهوم الاستفادة من فائض الطعام دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي من التمور التي تمثل تسيير عشرين أشياح محملة بمئة وستين طن من التمور وستة عشر ألف كرتون مياه سوف توجه إلى ثلاث مناطق بالحد الجنوبي ونوها سموه بهذه الهدية التي تمثل عادة سنوية تعود أهالي المنطقة عليها لدعم جنودنا الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي وإهدائها لهم مع قرب دخول شهر رمضان مؤكدا أن هذا الإهداء شيء يسير وقليل مما يقدم لأبطال الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن معبرا عن شكري وتقديره للقائمين على هذه المبادرة التي يقدمها أبنى المنطقة التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل أبن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز أمير منطقة القصيم برئيس لجنة أهالي مدينة بريدة محمد الفوزان وأعضاء لجنة أهالي مدينة بريدة بعد إعادة تشكيلها في دورتها الجديدة وهنأ سمو الأعضاء والعضوات الجدد في اللجنة بعد إعادة تشكيلها مؤكدا توجيهات القيادة الحكيمة بتوفير الخدمات للمواطنين في أنحاء المنطقة جميعها وتسهيل حصولهم عليها وأشهد بالدور الذي يقوم به أعضاء لجنة الأهالي بالتعاون فيما يخص البرامج التي تحقق الدور المجتمعي لأهالي مدينة بريدة كما تسلم سموه تقريرا يرصد جهود اللجنة خلال الدورة السابقة مشيدا بما قدمته اللجنة من أدوار تستحق التقدير من الجميع افتتح اليوم مؤتمر الطائف الثاني لمقاومة المضادات المكروبية ومكافحة العدوى 2023 تحت شعار الوقاية من العدوى ومكافحتها أساس سلامة المرضى للحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف أخصائي أول أستاذة مريم الثمالي مديرة إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالطائف مرحبا بك أستاذة الكريمة بداية أعطينا النبذة عن هذا المؤتمر أياكم الله جميعا أشكركم على الاستضافة بداية هذا المؤتمر الثاني لمضادات الميكروبية ومكافحة العدوى الهدف من هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على المستجدات العلمية في هذا المجال بل استضافة إلى أن المتضيفين إلى نقبة من المحاضرين والمتحدثين في هذا المؤتمر من عدة قطاعات صحية مختلفة وجامعية نعم هل تطلعين عن أحدث المستجدات المتعلقة بالأمراض المعدية من خلال هذا المؤتمر كمرضة الكورونا والإيبولا والأمراض المنتشرة وبائيا طبعا في هذا المؤتمر تم عقد العديد من ورش العمل التي ناقشنا فيها موضوع جدري القرود والإيبولا استمرار التوصيات بالعمل بالتوصيات الوزارية والصادرة من مركز وقايا تفعيل لفرق الاستجابة السريعة لمواجهة الأمراض المعدية والمستجدة خاصة جدري القرود والإيبولا وبالأخص باقتراب موعد الحجوي موسم رمضان نعم أستاذة هذا المؤتمر يتخلل ثلاثة مسابقات علمية تهدف إلى زيادة المعرفة بين كافة الممارسين الصحيين أطلعين على ذلك طبعا عندنا ثلاثة مسابقات تقام لأول مرة في مؤتمر علمي معتمد من هيئة التخصص الصحية أول مسابقة هي مسابقة لتطهير الأيدي طبعا المستهدف فيها جميع المشاركين بالمؤتمر المسابقة الثانية هي مسابقة للمضادات الحيوية جميع المحاضرين أيضا مستهدفين في هذه المسابقة عن طريق تقنية الكاهوت التعليمي المسابقة الثالسة هي مسابقة للمش pong اضحة الصحية التابعة لفحة الطائف عن برنامج مكافحة العدوى طبعا على ثلاث مراحل يتخلى لها تصفيات في هذه المراحل طبعا هذه المسابقات جميعها سيتم تكريم الفائزين فيها بخدايا بإذن الله في الحفل الختامي في آخر يوم بإذن الله تعالى أستاذ مريم دعينا نختم معك بسؤال مهم بعد افتتاح هذا المؤتمر كيف رأيتم أنتم المجتمع وثقافة هذا المجتمع بهذه الأمراض الوبائية وأيضا المنتشرة بعد مرور العالم أجمع بمرحلة الكورونا طبعا ما في شك أنه بعد مرحلة الكورونا الجميع الصغير والكبير أصبح على الطلاع كان بموضوع الهاند هايجين أو الغسيل الأيدي طريقة التباعد اتباع الإيتيكيت في العطاس والسعال هذه الإجراءات أصبحت نظام يومي للكل فهذه المؤتمرات تعزز فكرة الالتزام بمكافحة العدوى فكرة الالتزام بالتحصينات الوقائية ونتمنى الصحة للجميع بإذن الله نتمنى السلامة للجميع بإذن الله أشكرك جزيل الشكر أستاذة مريم الثمالي مديرة إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالطائف شكرا لك مستمرون معكم في هذه النشوافية بعد الفاصل بمشاركة عربية وعالمية الرياض تستضيف منتد الإعلام غدا وتتابعون أيضا وزارة الطاقة تؤكد أن استخدام المنتجات البترولية بغرضي توليد الكاروبا يتطلب الحصول على الترخيص تجنبا للمساءلة القانونية حيكم من جديد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تنطلق غدا أعمال الدورة الخامسة عشر لمجلس مجمع مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمحافظة جدة والتي تستمر أعمالها على مدى أربعة أيام يشارك في هذه الدورة مئتي عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة الاقتصاد الطب الاجتماع وذلك لمناقشة مئة وستين بحثا حول دراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها برعاية أمير منطقة الرياض نظم مركز أسفار للبحوث والدراسات منتدى الابتكار الاجتماعي الذي يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي وخلق بيئات تحفيزية لتحقيق الاستدامة والانتشار وتم فيه تكريم الفائزين بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي بهدف نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي وخلق بيئات تنمو فيه بفاعلية الابتكارات التي تتحقق لها الاستدامة والانتشار وتحقق الأثر انطلق منتدى الابتكار الاجتماعي الذي ينظمه مركز أسفار للبحوث والدراسات برعاية أمير منطقة الرياض المنتدى يهدف كهدف رئيسي له نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي الابتكار الاجتماعي الذي يعني في مفهومه الحديث إيجاد حلول ابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات الصحية، البيئية، التعليمية الخدمات الإنسانية، تنمية الأسر الأقل دخلا في الجانب الثقافي أيضا في مختلف الجوانب هدفه ينتج عنه في النتيجة ما يسمى بتحسين جودة الحياة بالنسبة للمجتمع بشكل عام الابتكار الاجتماعي يؤنسن المشروعات والمبادرات فيمنحها البعد الأخلاقي والإنساني وهو تحسين حياة الناس وخدمة المجتمع ودعم طموحاته حيث تم تكريم الفائزين بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي وهي لا تقتصر على المبادرات الحكومية فقط مبادرات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص ومبادرات القطاع غير الربحي أيضا يعني مثلا اليوم يمكن سمعت ان احنا اختيروا للتكريم منصة ابشر واختير للتكريم أيضا منصة نسك لما قدمه هذين المنصتين من أعمال جليلة بالنسبة للمواطنين بالنسبة للمجتمع ككل كما اختير أيضا باب رزق جميل وهو طبعا معروف يعني الخدمات اللي يقدمها وبالذات على الشباب الابتكار ركيزة أساسية في الدول المتقدمة والمملكة برؤيتها تسعى من خلال كل ما هو جديد بأن يكون مجتمعها حيوي واقتصادها مزدهر في وطن طموح محمد لتابي الرياض انطلقت في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية برياض قمة خارطة الطريقة العالمية لإطالة العمر الصحي للحديث أكثر مشاهدين الكرام ينضم إلينا من مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية مراسل أخبار السعودية الزميل خالد التميمي مرحبا أبك خالد أطلعنا على هذا المؤتمر أطلعنا على هذا المؤتمر حيث أن المشاهد الكريم يتعطش للعمر الصحي وإطالة العمر أطال الله في عمر الجميع بإذن الله تعالى تفضل بكل تأكيد منا نتواجد الآن في مركز المؤتمرات في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز العلوم الصحية حيث انطلقت هذه القمة قمة العمر الصحي التي ترسم خارطة طريق لإطالة العمر الصحي في الخليج اليوم نتكلم عن 44 متحدث من أكثر من ثمان دول من مختلف دول العالم تواجدوا هنا في هذه الجلسات الحوارية ليناقشوا مستقبل العمر الصحي في الخليج وكذلك يرسمون خارطة الطريق لإطالة العمر الصحي وتعزيز صحة الإنسان خلال فترة الشيخوخة طبعا 14 جلسة حوارية بدأت منذ التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء طبعا الأجواء هنا أكثر من رائعة في ظل وجود العديد من المتحدثين والخبراء في العالم اليوم نتكلم مع الأميرة الدكتورة صاحبة سمو الملك الأميرة هيا بنت خالد من بندرة لسعود وأنت اليوم تتواجدون في هذه المؤسسة الخيرية هيفولوشن الخيرية لكي ترسمون خارطة الطريق نحو هذا الموضوع الذي هم شريحة كبيرة من المجتمع وأنت اليوم نائبة الرئيس الاستراتيجية والتطوير لمؤسسة هيفولوشن أتحدث بداية معك قبل ما أتكلم عن هذه القمة أتكلم عن هذه المؤسسة بلا شك أنها أول مؤسسة في المملكة العربية والسعودية وفي الخليج ودي أفهم منك مستهدفات هذه المؤسسة السلام عليكم والسلام عليكم المشاهدين والمشاهدات طبعا مؤسسة هيفولوشن هي مؤسسة خيرية غير هاتفة للربح مقرها الرياض وتركز المؤسسة في دراسة الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها وأيضا أهدافها أن تدعم الأبحاث المخصصة بالشيخوخة والأمراض التابعة لها وأيضا عمل الاستثمارات في البيوتكنولوجيا في علم الشيخوخة يعني أتكلم معك عن أهداف هذه القمة ما هي أبرز الأهداف لها؟ الله يسلمك هذا المؤتمر أو القمة من أكبر القمم اللي صارت في المنطقة من حيث دراسة الوضع الحالي اللي موجود في المنطقة من حيث الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها طبعا نحن في المنطقة نعاني من أعداد متزايدة بالأمراض المتعلقة بالشيخوخة وأيضا من الملاحظة أن هذه الأمراض تظهر في أعمار صغيرة فمن المهم أن نناقش هذه المواضيع اليوم كالمملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي وأيضا سوف بإذن الله يعني مخرجات هذا المؤتمر هو رسم خارط الطريق وستراتيجية للحد والتقليل من الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها وبإذن الله يعني نمشي قدما في تحقيق الأهداف اللي نطمح لها بإذن الله صاحبة سمو الملك الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بندرة لسعود وانتهي نائبة رئيس التطوير والاستراتيجية في مواسطة هيفلوشين الخيرية شكرا جزيلا شكرا تسلام إذن مونة هذا كان حديث الأميرة الدكتورة التي تحدثت عن مستقبل هذه القمة خصوصا أن هذه القمة تأتي في نسختها الثالثة بعد أن كانت في نسختها الأولى في واشنطن والنسخة الثانية في سنغافورة هذه النسخة التي بكل تأكيد سترسم خارطة الطريق لإطالة العمر الصحي خلال فترة الشيخوخة وتعزيز صحة الإنسان طبعا تبقى جلستين من جلسات هذا اليوم على أن تنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء هذه الأجواء من هنا أعود لك بالستوديو تفضلي شكرا جزيلا لك خالد التميمي على هذه المشاركة أيضا نشكر وجود ضيفتك الكريمة وأيضا مشاركتها شكرا لكم تستضيف العاصمة الرياض غدا الأثنين النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام بمشاركة أكثر من ألف شخصية إعلامية من دول عربية وعالمية يسلط هذا المنتدى الذي يستمر على مداري يومين الضوء على التحديات الجديدة التي تواجهها صناعة المحتوى الإعلامي في خضم الثورة التقنية الهائلة للذكاء الاصطناعي تستضيف جد اليوم المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخة الحادي عشر في قبة سوبردوم بمشاركة أكثر من مئتي جهة محلية ودولية من هيئات سياحية وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة يستهدف هذا المعرض الذي يعد من أكبر المعارض الرائدة في المجال السياحي محليا ودوليا أكثر من أربعين ألف زائر من السياح والمهتمين والمتخصصين بقطاع السياحة ومحبي السفر للحديث أكثر عن هذا المعرض الدولي للسياحة والسفر يلتحق بنا من جدة مراسل أخبار السعودية الزميل عبدالله الخرجي مرحبا بك عبدالله أطلعنا أكثر عن هذا المعرض في البداية مساء الخير عليك منا ومساء الخير على مشاهدي أخبار السعودية بالفعل منا نتواجد داخل المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخة الحدي عشر قبل قليل تم فتح البوابات لإفتتاح هذا المعرض الذي ينطلق لمدة ثلاثة أيام نتحدث عن هذا المعرض الذي هو يعتبر الأول من نوعي لجمع رواد السياحة وشركات السياحة والفنادق لعمل تظاهرة لدعم السياحة في المملكة وإيضا تعريف السياحة بشكل عام نتحدث عن هذا المعرض الذي هو يستمر لمدة ثلاثة أيام كما ذكرنا وينطلق هذا اليوم بعدد من الفنادق والشركات السياحية الحديث بشكل مستعى عن أهدف هذا المعرض يسعني أستضيف الأستاذة مايا حلفاوي وهي رئيسة المعرض في البداية أستاذة مايا هنا وسهلا فيك على أخبار السعودية لو تعرفين ما هو الهدف من إطلاق هذا المعرض والنسخة الحادي عشر ماذا تقدم هذا العام طبعا أول حاجة شكرا لإستضافتنا وطبعا هذا متعودينه منكم دائما ما شاء الله بتغطونا كل معارضنا طبعا إحنا المعرض الحادي عشر هذا العام بيعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في السياحة والحمد لله أنا الشركة الوحيدة اللي متخصصة في إقامة معارض متخصصة في السياحة في منطقة المنطقة الغربية طبعا هذا المعرض السنة هذه يقدم جهات جديدة جدا مشاركة معايا في المعرض من وزاراتها وهيئات سياحة بالإضافة إلى شركات الطيران ومقدمي الخدمات السفر والفنادق طبعا هذا المعرض السنة هذه إحنا أطلقنا فيه منصة إلكترونية لعمل الصفقات التي ستتم إن شاء الله بداخل الشركات الداخل المملكة وخارج المملكة هذا أهم وأبرز طبعا حدث سيقام من سنة هذه إن شاء الله في المعرض المعرض هذا بإذن الله سيكون لمدة ثلاثة أيام سيفتح بوابه من أربع عصرا إلى الحادي عشر مساء يوميا وبالرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود من جلوي محافظ جدا وإن شاء الله بإذن الله نستنى زيارة الزوار ليستفيدوا من العروض والمفاجآت المقدمة عن طريق معرض السياحة شكرا لك سيما الله يخليك تسلم يعني مونة كما شاهدنا كما ذكرنا أنه افتتح المعرض خلال الساعات الماضية تم الآن دخول الزوار لهذا المعرض وكما ذكرت أستاذة مايا هناك مشاركات كبيرة من قطاعات سياحية لوضع أبرز الخطط السياحية الجديدة هذا المعرض هو انطلق عام 2010 ويستمر في نسخته الحادي عشر ولم يتوقف إلا في كورونا هناك مشاركة لأكثر من 200 جهة سياحية تقدم خدماتها لسياح في المعرض الدولي هذا العام للسفر والسياحة في مدينة جدة هذه أبرز المشاهدات لدينا مونة والعودة إليك شكرا جزيلا لكم رسل أخبار السعودية الزميل عبدالله الخرجي أيضا الشكر مصول لضيفتك الكريمة شكرا لكم استضافت المملكة اجتماع مجموعات المانحين الرابع رفع المستوى لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمكونة من 30 الدولة في العاصمة الرياض ناقش الاجتماع القضايا الاستراتيجية والسياسات والأعمال الإنسانية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وخلال هذا الاجتماع أكد ممثل المملكة لدى المجموعة ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن المملكة اليوم ترأس العمل الإنساني عالميا ولها كلمة مسموعة في تطوير العمل الإنساني طبعا المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية أنشأت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على أن يكون هو الذراع الإنساني والإغاثة للمملكة العربية السعودية قبل مركز الملك سلمان كان هناك العديد من مقدمي المساعدات من جميع هيئات ووزارات المملكة ولكن تم توحيدها لقيادة العمل الإنساني على المستوى الدولي ولله الحمد كانت هذه الرؤية صائبة اليوم المملكة تقود العمل الإنساني تترأس مجموعة المانحين تقود العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم تتبوى المراكز الأولى أيضا المملكة لها كلمة مسموعة الآن جيدة في تطوير العمل الإنساني المملكة تكون من المبادرين وتواجدها عادة عند حدوث الأزمات وأضاف بأن هناك شح في التمويل الإنساني على مستوى العالم وأن المملكة طرحت حلول لزيادة عدد المانحين وتوسيعها مشيرا إلى أن العمل الاستباقي أحد الأدوات التي قد تقلل فجوة التمويل في العمل الإنساني هناك شح في التمويل الإنساني على مستوى العالم لكن المملكة دائما ترى أنه يجب تطوير طرق التمويل الإنساني من ضمن أعمال المملكة من ضمن خطة المملكة زيادة عدد المانحين توسيع المانحين سواء بالنسبة للدول أو المؤسسات وهذه من ضمن أعمالنا التي نشتغل فيها الفترة هذه مع وزارة الخارجية في استخدام العديد من الدول لتوسيع قاعدة المانحين أيضا تنويع التمويل فيما يخص العمل الإنساني المملكة العربية السعودية كل ريال يتم تبرع فيه هو يعرف أين يذهب بالنسبة للمحتاجين كيف نستطيع الاستفادة من هذه المبالغ المالية في رفع المعاناة عن المحتاجين وأيضا تطوير العمل الإنساني العمل الاستباقي اليوم هذه أحد الأدوات التي قد تقلل التكلفة وتقلل التمويل وتقلل فجوة التمويل فيما يخص الأعمال الإنساني وهذه من ضمن خطة المملكة لقيادة الدول المانحين أكدت وزارة الطاقة أن استخدم المنتجات البترولي أو نقلها إلى مختلف المنشئات بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على الترخيص اللازمة وأوضحت الوزارة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له وفقا لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ولا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضا عن الربط الكهربائي دون الحصول على الترخيص اللازمة بذلك وفقا للاشتراطات الصادرة من الجهات التنظيمية دعا المرور عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى المسارعة للاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة عبر منصة أبشر وضح المرور أن موعد انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبة إلكترونيا دون التزامات أمالية هو الأول من مارس المقبل وحدد طريقة الوصول للخدمة من خلال الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة عبر أبشر واستعراض المراكز المعتمدة والتوجه للمركز لتسليم المركبة واللوحات تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم بمشاركة خبراء عرب ودوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت ورشة عمل بعنوان الجرائم المالية عبر الإنترنت الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية وذلك بمقر الجامعة في الرياضة ستناقش الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام الجرائم المالية الإلكترونية وتحديات التحقيق فيها والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي بمشاركة عدة جامعات ومؤسسات التعليمية رائدة من المملكة وبحضور قادة فكر ورؤساء ووزراء ومنظمات دولية اختتمت أعمال ملتقى التعليم الدولي في دبي نتابع هذا التقرير اختتمت أعمال ملتقى التعليم الدولي وتطوير الجامعات في دبي بحضور عدة جامعات ومؤسسات تعليمية رائدة من المملكة لمناقشة مستجدات قطاع التعليم واتجاهاته الجديدة نشارك في هذا المؤتمر للبحث على أفضل الفرص المميزة العالمية ليحصل طلبة جامعة المكدرازيز والمحاضرين على الفرص التعليمية المميزة وكذلك أيضا نقدم فرص تعليمية مميزة لطلبة العالم لالتحاق بجامعة المكدرازيز تضمن الملتقى سلسلة اجتماعات وورش عمل سعيا لتعزيز ثقافة التعاون بين الجامعات إلى جانب تدشين اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والعالمية الداعمة للقطاع إضافة لمواجهة التحديات التي تواجه الطلبة مثل دائما ما تعودنا من قيادتنا المملكة العربية السعودية تتصدر بتواجدها في مؤتمرات تتعلق بالتدريب والتعليم وهذا دائما يجي من منطلق رؤية عشرين ثلاثين توجه دائما إلى الجانب التعليمي واللي انعكس بالتالي في تطور اللي نشوفه في مملكتنا الحبيبة هذا الملتقى الحقيقة أهمية وتنبع من تركيزه على التحديات اللي بواجهها قطاع التعليم العالي لتحقيق الطموحات المستقبلية لتحقيق الرؤى فالمملكة حريصة كل الحرص على تحقيق رؤاها المستقبلية بقطاع التعليم لتوفير فرص لأبنائها كافة بغية تحقيق نمو اقتصادي مستدام لقناة الإخبارية دانا بشيتي دبي بلغ إنجاز مشروع تطوير سوق الأحد الشعبي في محافظة بلدة القرى التابعة للأحساء 98% والذي يأتي امتدادا لخطط أمانة الأحساء في إعادة صياغة الأسواق الشعبية الأسبوعية المزيد من التفاصيل مع مرسلنا من الأحساء محمد المزيدي مرحبا بك محمد مرحبا مونة مساء الخير أهلا وسهلا بك تفضل حدثنا عن هذا السوق ذكرناها نعم مونة ذكرنا سابقا ونؤكد ونكرر بأن هذا السوق تحفى معمارية وسط أعجوبة طبيعية بجانب المعلم الشهير جبل القارة بكل تأكيد أمانة الأحساء تسعى من خلال هذه المشاريع لتطوير الأسواق الشعبية الأسبوعية وتنظيمها للحد من انتشار الباعة وكذلك لتحسين المشهد الحضري من خلال هذه المشاريع ولعل أبرز الأمثلة سوق الأربعاء الشعبية المعروف في الأحساء ذات الطابع العمراني الأحسائي المميز اليوم هذا المشروع أمانة الأحساء انجزت فيه كما ذكرت مونة 98% لعل التفاصيل مع متحدث أمانة الأحساء خالد بوشة الحياة كلا معنا عبر أخبار السعودية بداية الأرقام والتفاصيل متى المقرر يبدأ العمل داخل هذا السوق السوق الأحد هذا يعني يعتبر من أقدم الأسواق الشعبية الشهيرة في الأحساء نظير مجاورته إلى جبل القارة الشهير نتكلم اليوم عن مشروع تطوير هذا السوق الذي كان عشوائي سابقا الآن نتكلم عن تحسين المشهد الحضري إزالة التشوهات البصرية يعني أنسنت المدن وجودة الحياة كلها هذه أهداف رسمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ونحن في أمانة الأحساء بقيادة مهندس عصام الملة نعمل جاهدين في هذا الموضوع لا سيما ونحن قبل فترة قمنا بحملة عبر تكاملية مع الجهات الحكومية في عملية يعني معالجة التشوهات البصرية في الباعة الجائلة ولعل هذا يهدف إلى عملية تنظيم المباسط العشوائية لداخل المدن إلى هذا السوق لعله يخدم المنطقة المجاورة في بلدة العمران والقارة وتوثير ومجاورها المساحة ربما نتكلم عن سبع ألاف متر مسطح في هذا السوق أضافت إلى وجود ثمانة عشر محل كواجهة هناك مظلات ومباسط تمتد إلى أكثر من ستين مبسط في هذا المكان مجاور لجبل القارة نتكلم عن ساحة ومزودة بمسرح لإقامة الفعاليات هناك مصلى هناك دورات مياه جميع الخدمات متوافرة بما يتناسب أيضا مع مواقف السيارات التي خصصت لمرتادي هذا السوق بإذن الله تعالى نتكلم عن رفع مستوى المدن الذكية والمدن الحضرية في هذا المكان متى المتوقع أن يفتتح هذا السوق؟ نتكلم عن تقريبا أقل من ثلاث شهور إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك سوف يتم العمل في هذا السوق بحسب المؤشرات الرسمية كيف الأشخاص الراغبين في العمل داخل هذا السوق كيف يتم التواصل إذا كان هناك أخذ متجر أو إيجار محلات أو غيرها؟ في حينه سوف يتم طرح هذه المحلات سواء عن طريق فرص أو عن طريق مشاريع الأمانة أو المشاريع الحاضينات البلدية التي دشنت مؤخرا هناك عدة خطط سوف يتم تنفيذها داخل السوق بما يتماشى مع أهداف الأمانة هل السوق يتم العمل فيه بشكل يومي أو فقط كما هو السابق عليه؟ فقط مثلا كل أحد من كل أسبوع؟ لا بإذن الله سوف يتم العمل فيه على مدار أيام الأسبوع بحسب تنظيم هناك مسائي وهناك صباحي سوف يكون هناك تنظيم بما يحقق النفع العام للباعة السعوديين من غير الأجانب في عملية تحقيق أهدافهم بدل من أن يكون على الرصيف ولا في ساحة ولا في ميدان ربما يتعارض مع أنظمة المرور وتكديس الحركة المرورية نتكلم عن هذا المكان سوف يوفر له كافة الأريحية بإذن الله تعالى بشكل مختصر وثلاثين ثانية كيف ترصد أمانة الأحسان اليوم تطوير هذه المشاريع سوق الأربعة سوق الأحد هل المشاريع هل هناك سوف نرى مشاريع تطوير الأسواق أخرى؟ صحيح بشكل مختصر بإذن الله نحن الآن بدأنا في سوق الأربعاء ونتكلم الآن عن سوق الأحد وماضين بإذن الله في البلدات الأخرى بعمل مشاريع لتطوير عدد من الأسواق بما يتناسب مع الهوية التراثية الشعبية القديمة شكرا لك لست خالد بوشل وأنت متحدث أمانة الأحسان هذا كل ما لدي مونة أعود إليك بالصوت والصورة من داخل الستوديو شكرا جزيلا لك محمد المزيدي على هذه المشاركة أيضا الشكر موصول لضيفك الكريم شكرا لكم سجلت محافظة طريف أدنى درجة أحرارة في المملكة بإثنان درجة مئوية بحسب مركز الأرصاد هذا هو توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة في حين يستمر تأثير الرياح الناشطة على أجزاء من مناطق الشرقية الرياض نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جزان عسير الباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة المدينة المنورة تبوك هذا وتتعرض أجواء المملكة خلال الأسبوع المقبل لتقلبات جوية نظرا لقرب تبدل الفصل بحسب توقعات محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل نحن في الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الربيع عند علماء الأرصاد يدخل فصل الربيع أرصاديا في يوم واحد من شهر ثلاثة ميلادي وعند علماء الفلك يوم واحد وعشرين اثنين وعشرين مارش مارش لهذه السنة في هذه الفترة تبدأ التقلبات الجوية واضحة من ارتفاع والغفاف لدرجات الحرارة يعني ممكن تشوفي في الرياض اليوم برد بكرة وبعده حر تشوفي درجات الحرارة تحت العشر درجات ميوية يومين ثلاثة تعود برة ثانية درجات الحرارة إلى أكثر من عشر درجات ميوية ونهاية الأشبوع نعود مرة أخرى وهكذا وهذا الطقس متعب ترخصت لكبار السن والأطفال يعني يخليك في قيرة هل أنت تشتي ولا تصلت تلبس بلاب الصيفية وهكذا الآن تذكر بهم العنوين خادم الحرمين الشريفين وسمولي العهد يهنئان رئيسة أنيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها أكثر من أربعمائة مليون أريال إجمالي تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال في سوريا وتركيا هزة أرضية تضرب شرق عمان وهيئة المساحة الجيولوجية تؤكد عدم تأثيرها أو خطورتها على المملكة تابعتم في نشرتنا أيضا المعرض الدولي للسياحة والسفر ينطلق في جدة بمشاركة جهات محلية ودولية وصلنا إلى الختام تحية طيبة السلام عليكم اشتركوا في القناة